بتعاون كبير بين الهيئة العامة للرياضة ووزارة التعليم انطلقت منافسات بطولة المملكة لنخبة دور المدارس لإثنان وثلاثين فريقا متأهلا من تصفيات المناطق والمحافظات لتشهد ملاعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة آخر مباريات البطولة طبعا ما وصلوا لهذه المرحلة كل الفرق ما وصلت لهذه المرحلة إلا في مراحل تمهيدية أولا ومرحلة تمهيدية ثانية والآن النهائيات كل الفرق اللي وصلت مهيئة تهيئة كاملة وواضح الهدف ومحدد الهدف هذا ما هو مشروع شركة ومشروع مدارس ومشروع تعليم هذا مشروع بلد المشروع التكاملي الذي كان مطلبا منذ مدة طويلة يتحقق اليوم بتهيئة جيل رياضي يمارس اللعبة ويأخذ تجربة احترافية كاملة منذ الصغر تشمل التجهيز والتدريب والمشاركة في المنافسات بطولة كبيرة على مستوى جميع المدارس المملكة وهذه البطولة شاركة فيها ما يقارب أكثر من خمس ألاف طالب هدفها الأساسي والرئيسي اكتشاف المواهب تكون داعمة للأندية وتكون داعمة للمتخبات والفئات السنية بكل أمانة احنا كنا محتاجين هذه البطولة لإبراز المواهب الشابة والكرة السعودية محتاجة أنها ترجع بالأساس للمدارس لأن المدارس بالفعل هي منبع النجوم واكتشاف المواهب جهود بدلت لتؤكد أن تحقيق الإنجازات الرياضية غاية كبيرة تتحقق باكتشاف المواهب والصقل المبكر لللاعبين حتى يرى الجميع جيلاً يعتلي المنصات وقد بدأ من هنا من دور المدارس عبدالحوان المحضار الإخبارية